شهدت معارض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بمختلف مدن المحافظة نظرا لانخفض أسعارها وجودة المعروضات وتضم معارض أهلا رمضان جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية وأنواع من اللحوم والدجاج وأسعار مخفضة تصل إلى 30% عن الأسواق لتلبية جميع احتياجات المواطنين وأشهد مواطنون محافظة بالمعروضات مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها تم افتتاح مجموعة من المعارض معرض بنها ومعرض شبراء في المؤسسة دول المعارضين تم افتتاحهم يوم الخميس 5 يناير بحضور معالي الوزير وحضور معالي المحافظ وخلال أيام إن شاء الله هيتم افتتاح ثلاث معارض معرض في العناطر الخيرية ومعرض في طوخ ومعرض في الخانكة خلال الأيام الخادمة إن شاء الله بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المعارض ليصل إجمالي المعارض في محافظة الألوبية لتقريبا لعشر معارض أهلا رمضان لتخفيف العبء عن المواطنين كل السلع طبعا موجودة أهم سلع الناس بتدور عليها النهاردة الرز زيت السكر الرز موجود عندنا في معرض بنها في عرض خاص موجود 12 جنيه للكيس المعبق طبعا معلوم لدى الجميع إن تبقى لتعليمات معالي الوزير إن سعر الرز السايب بيبتدي من 12 جنيه أي حد اللي هو عايزه في أي وقته عنا شغالين من الساعة 8 الصبح إلى حد الساعة 8 بالليل وبقالنا 14 يوم شغالين ومشاء الله الله أكبر يعني الدينية شغالة كويس معرض جميل جدا بصراحة بيخفف العبء عن كهل المواطنين الأسعار فعلا متهودة وأرخص منبرة بكتير